بونسوار يا أحلى عالم إن شاء الله تكونوا رواء رواء اليوم وكل يوم أنتو واللي بتحبون اليوم رح نعمل مع بعض برغل مفلفل بطريقة حلوة وسهلة وكتير طيبة بيتقدم حد الأكل أو فيكنوا تحطولو حدو خيار ولبن أو سلطة مثل ما بتحبو يارب يعجبكن الفيديو بليز ما تنسو تشتركوا بالقناة التبعي ولايك للفيديو إذا عجبكن وشاركوه مع الأصدقاء لأنه عن جد طريقته كتير حلوة وطيبة وسهلة وسريعة رح نعطيج عنا هوني ثلاث كبيات من البرغل الخشن ممكن يكون برغل أسمر أو أبيض المفضل يكون أسمر بس أهم ما شي يكون خشن ملعة صغيرة من الكمون البودرة وربع ملعة من البهار الأسود رح قطع عندي بصل ممكن يكون نص جوانح ممكن يكون قطع كتير صغيرة حسب أنتو شو بتفضله البصل بيعطيك كتير طعمة طيبة فبدكن ثلاثة ووسط إذا بدكن أقل هيدا شي بيرجع لكم بس بتاعتنا كتير طيبة رح قطع عندي ملعة كبيرة من السمن كتير مهمة هيدا المرحلة لأنه نطبخ على مهلنا وقت يعني رح حط البصل عندي واتركهم يتقلوا وسكر عليهم الغطا قد ما فيكن نار خفيفة وياخدوا وقتهم ربع ساعة تلت ساعة المهمة تظلكن عم بتقلبوا فيون وما تتركون ينحرقوا هيدا المرحلة هي أساسية لأنه البصل هو اللي رح يعطي النكها وما تخافوا ما رح يحترقوا لأنه رح ينزلوا المي طبعا وخاصة أنه نحنا مسكرين عليهم غطى الطنجرة ما بدي لكم الريحة ما أحليها سمنة سمنة لازم تكون حيوانية مش نباتية أنا ما بقى استعمل الزيت الحمد لله وقفت استعمل الزيت لأنه مش مني هم بستعمل يا أما زبدة يا أما سمنة وبدأ اتعلم كيف بيعملوا السمنة بالبيت لكون ضامنة مية بالمية إنه شي صح شفتوا كيف قليناها بعد بعد بدا لتصير اللون على دهبه بهيد الأسناء رح غسل عندي البرغل من الغبرة من الأوساخ غسلون كتير مميح يعني شي خمس مرات غسلون وصفون ما منحتاج إنه ننقعون لأنه رح نسلقون مع مي أوكي بتصفون من بعد ما غسلتون شي خمس مرات بتصفون ورح نحطون بالطنجرة رح أتركون بالطنجرة يتقلوا تقريبا كمانا شي خمس دقايق منسكر علي إنه منضل نقلب بهيده طبخة ما فيكن تتركوها وتروحوا خليكن حدا لأنه ما بتاخد وقت بس بدا انتباه يعني مشان ما نحرق الإشياء رح أتعندي هون البرغل بعده شفتوا البصل تغير لونه بس بعد فيه مي يعني ما تخافوا رح أتفوقوا هلأ البرغل بليز علقوا بالكومنت بوكس يقولوا شو رأيكم فيها عاملينها من قبل مش عاملينها حبي نتعملوها كيف طريقتكم لتفلفلوا البرغل يمكن فيه ناس ما بيحطوا لبصل عادي وهيدي أكلة لبنانية على فكرة بتتقدم مثل أبيتايزر حتيت عندي هون ربع الملعة البهار الأسود والملح الملح المهم أنه تكون يعني حسب الرغبة دقوة قبل ما تستوي على الأخير عشان يكون الملح بقلب الطبخة كلها جعت أنا وعن بتفرج بجوع ما معقولي ما أطيبة عن جدا كتير طيبة أكلتها مع الشكرية أنا حد اللبن يعني طيبة مثل ما قالنا أنه أفيد البرغل أحسن من الرز فأنت ما فيكن تستغنوا عن الرز وتاخدوا برغل بيكون أحسن إلا الناس يلي بدأ جلوتن فري لأ البرغل فيه جلوتن منقلبها كل الوقت شفتوا كيف عمقلبها لأنه بتبلش تلزق شوي من تحت ما بديها تلزق أنا وبكون عم سخن عندي كوبين من المي خليهم يغلوا لأنه حاستعملون لفلفل الرز فيهم سوريا البرغل معوضة أنه أعمل رز كتير سو لخبطت منغطية قلنا هيك شي خمس دقايق على البخار تبعها وأكيد نار خفيفة حتيت عندي كوبين من المي المغلية هلا انتو طلوا عليها كل شوي شوفوا إذا بدكن أكتر أنا ما حتاجت أكتر يعني آخر شي حطيت لي هيكي شي ثلاث ملاقع ماي مغلية بس أنه كانت يعني تمام يعني استويت على الوقت بتاخد لها شي ربع ساعة أو تلت ساعة لتستوي على نار خفيفة تأكدوا هون دقوها للمي إذا بده ملح أو أي بهر انتو شو بتحبوا شوفوا إذا بدكن تكتروا بشي هاي تركناها على نار خفيفة وخلصت ولا أهون من هيك ولا أطيب من هيك أنا كتير بحبكن وإذا بدكن أي طبخة أعملها وعلمكن كيف تعملوها بليز قولولي علقوا بالكومنت بوكس لأنه كتير بنبسط لما شوف تفاعلكم بحبكن كتير بتمنى لكم قيام سعيدة بونا بوتي يا أحلى أحلى عالم two videos for a day and ترجمة نانسي